أهلا بكم أعزائي المتابعين معاكم الدكتور تامر عملت الحلقة اللي فاتت عن إزاي تاخد تاريخ مرضي من المريض إزاي تاخد هستوري من المريض بتاعك والحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم فيها عن إزاي تفحص المريض اللي جاي لك بشكوى في البطن إزاي تفحص حالة أبدومن ولو لقيت إن الفيديو ده مفيد وعجب الناس يعني ممكن بعد كده نبقى نعمل إزاي تفحص حالة نيورو حالة مخ وعصاب أو حالة كارديو حالة قلب أو شست صدر أو اندوكراين اللي هو الغودة للصماء وهكذا وطبعا الموضوع برضو طويل شوية فأنا هحاول ألم الدنيا شوية ومش هقول كل التفاصيل يعني وبالمناسبة حلقة النهاردة للأطباء حديث التخرج طبعا وأطباء الامتياز وطلبة طب بشري في السنوات الأخيرة وما تنساش في البداية اعمل اللي لايك للفيديو لو عيان جاي لك وعنده شكوى في الأبدومن أول حاجة هتعملها في الموضوع الطويل بتاعنا ده أول حاجة تغسل إيدك أو تستخدم ألكول جل زي ما قلنا وكمان تلبس الواقيات الشخصية بتاعتك المناسبة الكلام ده ما كانش موجود زمان لكن عشان الكورونا والحاجات دي فبقى لازم تلبس الواقيات الشخصية على الأقل المسك والجلافز تاني نقطة اتعرف على العيان بتاعك أنه هو ده المريض اللي انت داخل عليه اسأله عن اسمه سلاسي وقدم نفسك لي عرفه بنفسك وبوظيفتك إزايك يعمل حاج أنا الدكتور فلاني الفلاني أخ الصائباتنا أو طالب في سنة ستة مثلا أو هكذا النقطة التالتة اشرح للعيان أنك هتفحصه واستأذنه النقطة الرابعة اسأله هل في أي منطقة معينة بتوجعه ولا لا عشان بعد كده لما تيجي تفحصه هتخلي بالك من المنطقة دي وهتكون آخر نقطة تفحصها خامس نقطة البوزيشن بتاع العيان أفضل شيء طبعا أنه يكون سباين يكون نايم على ظهره وممكن نحط له مخدة تحت راسه طبعا بشرط أنه يكون نايم مستريح يعني لو عنده مشكلة ومش هيعرف ينام على ظهره فهيبقى في الوضع المريح بالنسبة له لكن الوضع المثالي للفحص هو سباين النقطة السادسة هي الاكسبوجر انت هتكشف العيان أو هتقلعه هدومه أو هتعريه منين لفين المنطقة المثالية هي من حلامات الثادي يعني لحد الركبتين وطبعا عشان احنا مش هينفع نكشف العورة بتاعته طول الوقت خصوصا لو انت في امتحان أو حتى لو بتفحص مريض في العيادة الخاصة بتاعتك فانت مش هتكشفه طول الوقت ممكن يبقى لابس شورت ونبقى نكشفه وقت فحص الجينيتاليا أو الأعضاء التناسلية فقط بس تبقى عارفها عشان لو دكتور سألك وقال لك الاكسبوجر منين لفين فانت تقول له كل اللي انا قلته ده مقدمة بس لكن هنبتدي نفحص المريض بتاعنا ازاي في خطوات معينة هتعرفها أولا انت بتفحص الحالة العامة بتاعت المريض الأول أو الجنرال كونديشن بتاعت المريض وهنعرف خطواتها بالتفصيل النقطة التانية هتفحص بشكل سريع الرأس الرقبة الصدر الظهر الأطراف العلويين والأطراف السفليين هتفحصهم فحص تشوف ايه العلامات اللي فيهم اللي ممكن تكون لها علاقة بالبطن أو بالأمراض الموجودة في البطن يعني مجرد فحص سريع لما يخص البطن لان زي ما احنا عارفين ممكن مرضى الكبد مثلا تبقى المشكلة في الكبد لكن فيه علامات في الصدر وعلامات في اليدين زي ما هنعرف مع بعض فلازم نفحص الأجزاء دي بشكل سريع بعد كده هتقيس العلامات الحيوية للمريض ضغط الدم النبض سرعة التنفس درجة الحرارة بعد كده هنبدأ بقى نفحص البطن بالأربع خطوات المعروفين اللي هما يعني عن طريق النظر فقط مجرد المراحزة بعد كده اللي هو التحسس بإيدك بعد كده اللي هو طبعا تخبط بإيدك وتسمع التون اللي بيطلع بعد كده عن طريق أو السماعة الطبية وبعد ما تعمل كل ده يتفضل الPR examination أو الفحص الشراجي ودي حاجة مهمة وهنتكلم بقى بالتفاصيل عن كل النقاط دي وخلينا نبدأ أول حاجة بتفحصها في المريض هي general condition أو الحالة العامة بتاعة المريض تشوف العيان بتاعك فايق واعي ولا لأ عارف المكان الأشخاص الزمن ولا لأ الزكاء بتاعه عامل ايه الزاكرة بتاعته عامل ايه تسأله ازايك عامل حاج اسمك ايه انت منين انت عارف انت فين طب عارف أنا مين طب عارف النهاردة ايه في الأيام طب سلم علي عشان تشوفه cooperative متعاون ولا لأ فبتقول يعني المريض واعي يعني مدرك للوقت والأشخاص والمكان طبعا انت بتسأله مثلا ابنك اسمه ايه قالت ايه النهاردة فبتشوف الميموري بتاعته عامل ايه فلو كويسة خلاص average memory intelligence بيرد عليه كويس وفاهم and he is cooperative يعني هو متعاون معاك وبيستجيب للأسئلة بتاعتك لو في حاجة غير كده بتكتب تقول مثلا the patient is confused مثلا العيان تاية وهكذا اي حاجة تلاقيها هتكتبها بعد كده بتبص على الويت وزن العيان بتاعك وتكتب العيان بتاعي average weight وزنه مناسب كويس كده لا ده overweight أو obese لا ده العيان كاككتك أو عنده هزل أو وزنه نحيف جدا لان طبعا كل حاجة من دي بتساعدك بعد كده في التشخيص وفي تقييم المرض العيان لو عنده كاككزيا أو هزلان شديد أو نحافة جديدة ممكن العيان يكون عنده TB درد يكون عنده tumor أو سرطان لقدر الله طبعا أو يكون عنده malnourishment أو malnutrition العيان ما بيكلش أو في مجاعة فكل الحاجات دي مهمة كمان تشوف the cupidus المريض اللي وضع معين هو عايز يرؤد فيه أو يقعد فيه ولا العيان كويس ونايم على السرير فلهو نايم على السرير كويس بتقول patient is lying comfortable flat in bed يعني نايم في السرير بشكل مسطح ومستريح العيان مثلا لو عنده orthوبنية يعني عنده نهجان لما بينام flat الorthوبنية أو النهجان يزيد فبيتعادل يقعد يقول لك لا أنا عايز أقعد أو رفع لي مخدات كتير تحت راسي فالعيان ده يبقى اسمه orthوبنك تقول إن العيان orthوبنك لكن لو كويس هتقول lying flat comfortable in bed كمان تعلق على colors لو في أي ألوان ظهرة قدامك يعني مثلا العيان جوندست العيان مسفر كل على بعضه مسفره قدامك أو العيان سيانوزد مثلا شفيف وزرقة ولو إن الكلام ده احنا هنقوله في فحص الرأس زي ما قلنا والأطراف والصدر بعد كده فسيب نقطة colors لبعد كده كمان بتشوف أي medical equipment متوصل للعيان يعني العيان محطوط على ماسك أكسجين تكتب العيان في ماسك أكسجين على العيان بمعدل كم لتر مثلا في أسطرة بولية مثلا تكتبها العيان محطوط على monitor تكتبه العيان متوصله pulse oximeter تكتب الكلام ده فأي equipment أو أي معدات طبية متوصلة للعيان سواء للعلاج أو للمراقبة تكتبها فالجنرال كونديشن باختصار ممكن تكتبها ازاي هنقول The patient is fully conscious oriented for time, places and persons Average memory, intelligence He is cooperative Average weight and nutritional status Lying flat in bed There is urinary catheter Attached to the patient And the urine is concentrated with no blood يعني كمان متوصله مثلا أسطرة بولية البول انا شايفه متركز بس مفهوش دم ده مثال يعني ويبقى كده اتكلمنا عن general condition أو الحالة العامة للمريض بعد كده بنفحص الرأس Head examination بتاعت المريض بشكل سريع طبعا فأول حاجة بتشوفها هل في Special facial expressions يعني هل ملامح المريض توحي ان في مرض معين في بعض الامراض معروفة زي down syndrome down انت لما تشوف عيان عنده down بتاع رفقه مجرد شكل وشه هل مثلا المريض او المريضة عندها moon face لو بتاخد كورتزون مثلا فأول حاجة facial expressions ولو مش موجود حاجة هتكتب normal facial expressions بعد كده بتشوف hair line الشعر بتاع المريض هل هو normal hair line فورميل مثلا لو هو ذكر فخط الشعر مناسب للذكور فتكتب normal pattern of hair for males ولا فيه تساقط للشعر لان بعض الامراض مثلا زي systemic lobos ممكن تعمل تساقط للشعر بعد كده تشوف هل فيه وستنج في التمبراليس موسلز هل فيه ضمور في هذه العضلات واللي طبعا ممكن يكون مع مرضى الفشل الكابدي liver cell failure او kidney failure الفشل الكلوي او malnutrition وهكذا فتشوف وتعلق عليه تكتب no wasting of temporalis موسلز تقولي العيان بتاعك بص الفوق عشان تشوف الرنكلنج بتاع الفرنتاليس موسلز طبيعي لما الشخص يبص الفوق يبقى فيه هنا تجعيد او wrinkling او انحناءات يعني في الجلد عشان برضو في بعض الامراض او بعض الاصابات زي العصب السابع ممكن تختفي فتكتب normal wrinkling of frontalis muscles تشوف برضو هل فيه pre-orbital edema ورم حوالين العين ولا لا واللي ممكن يكون في النفروتيك سندروم مثلا فتكتب no pre-orbital edema تبص على الحواجب والouter third التلت الأخير واللي ممكن يكون واقع او الشعر فيه واقع في حالات طبعا الhypothyroidism او خمول الغدى الدرقية تبص على الفيس وعلى السكالب هل فيه اي scars جرحة قديم او لا وتكتبه تبص على الparotid glands هل في enlargement ولا لا لان دول ممكن يتدخموا الغدد دي بيقولوا عليها الغدد النكافية في alcoholic liver disease مثلا اللي هي مشاكل الكبد اللي سببها الكحوليات وطبعا غيرها من الاسباب بس انا بقولك exothalamus ولا لا هل فيه جحوظ في العين بص البر وخرج البر ولا لا واللي ممكن يكون مع الحالات chronic severe hyperthyroidism عيان عنده نشاط في الغدى الدرقية لفترة كبيرة ومش متعالج وبالمرة لو انت ملاحظتك قوية كده ممكن تبص على العين وتشوف على الكورنيا هل في كايزر فلاشر رينج مثلا في حالات الويلسون disease اللي هو النحاس او الكبر بيبقى في deposition في الكورنيا بتبقى رينج كده جرانش براونش يعني لو خدت بالك منها كمان تبص حوالين العين وتشوف هل في zansylermas او lipid deposition اللي هي ترسبات الدهون دي واللي بتبقى في حالات chronic cholestasis يعني ممكن تبقى في بعض حالات ركود العسارة الصفرة اللي ممكن تأثر برضو على الكبد بعد كده تمسك جفن العين اللي تحت وتقول للعيان بص الفوق عشان تشوف البالور الكونجانكتايفا تشوف فيها بالور ولا لأ وطبعا انت بتعرف بالمقارنات يعني لما تشوف كتير هتعرف لما تعمل كده هل دي بيل ولا مش بيل وبعدين تمسك الجفن اللي فوق وتقول للعيان بص لتحت وتبص على الستكليرة عشان تشوف الجوندس يبقى البالور بتقول للعيان بص لفوق وتبص انت على الكونجانكتايفا اما الجوندس بتقول للعيان بص لتحت وتبص انت على البيضة دي بتلاقيها لو في جوندس هتلاقيها صفرة وممكن في الوضع العادي تبص للعين كده تلاقي يعنيه بيضة عادي لكن لو خليته فعلا يبص التحت ممكن يظهر الصفار فوق شوية فعشان كده دي حاجة مهمة بعد كده تبص على فم المريض وتشوف هل في أنجولار كلايتس التهابات اللي بتبقى حوالين زوايا الفم في حالات ايارن ديفشينسي اناميا أو اناميا نقص الحديد هل في جم هايبيرتروفي أو تدخم في اللسة واللي ممكن يكون مع بعض الامراض أو بعض الادوية زي المشهور سايكلسبورين هل في اي ألسرز أو كرح في الفم واللي ممكن تكون أفثوس ألسرز كرح عادية كده أو كرح فيروسية ممكن تكون جزء من سيليك ديزيز أو كورون ديزيز تبص على الطنج أو اللسان بتاع المريض وتقول له طلعه وقلبه عشان تشوف في الباك بتاعه سيانوزيز سينترال سيانوزيز ازريقاء السينترال سيانوزيز ممكن يشوفه في الباك اف دا تانج وممكن على اللبس أو الشفايف كمان تشوف هل اللسان نفسه سموث زيادة عن اللازم وده ممكن يكون في حالات الايرن ديفشينسي اناميا ولا هو زي ما بنقول عليه بيفي تانج زي البيف كده وده في حالات الفيتامين بي تويلف أو الفوليت ديفشينسي اناميا كمان تشوف الجنرال هيجين بتاع الماوث مهم جدا وتكتب مثلا باد جنرال هيجين أو أفرج جنرال هيجين النظافة العامة بتاعت الفم كمان لو شميت اودر او ريحة غريبة تكتبها عيان لو عنده لفرس الفيلير او فشل في وظائف الكابت ممكن تشم في تر هيباتيكس ريحة وحشة وتبقى شبه الستول شوية او البراز كمان العيان ممكن تحس بريحة كده زي ريحة الفكهة في الروتيس ميل لو العيان عنده دي كي ايه مثلا او غيبوبة سكر مرتفع او كيتوناميا طبعا دي كانت معظم النقط المهمة كده لكن انت لو لمحت او شفت حاجة تانية هتكتبها وتفصلها اي ماس اي حاجة تانية شفتها هتكتبها ويبقى ده كده فحص الرأس ودلوقتي نتكلم عن فحص الرقبة تفحصها ازاي اول حاجة بالانسبكشن تبصلها بس كده وتشوف هل في اي سكار طبعا لو في سكار ممكن العيان يبقى شايل الغدى وفي مكانها سكار الغدى الدركية طبعا او هل في اي ماس طلع ممكن الغدى نفسها تلاقيها مورمة كده في ماس ممكن تشوفها خلي العيان يبلع ريقه لان احيانا الغدى او الماس تظهر مع بلع الريق خلي العيان يطلع لسانه البرة ويدخله لان في حاجة اسمها تايرو جلوس سلسست ممكن تظهر وتبقى واضحة معك ويتحرك مع خروج اللسان ودخوله كمان بالانسبكشن هتشوف النيك فينز هل في كونجستد نيك فينز ولا لا وطبعا بنخلي المريض في المرحلة دي بزاوية 45 درجة عشان نشوف كونجستد نيك فينز ولا لا وكمان هتشوف التراكية او القصبة الهوائية سنترل ولا لا بالنظر وبعد كده بالبلبيشن زي ما هنقول النقطة التانية في فحص النيك او الرقبة بالصواضع بقى هنتحسس الرقبة اول حاجة هتشوف التراكية سنترل ولا لا تاني حاجة هتشوف الكاروتد بالس النبض بتاع الكاروتد على الناحيتين بس طبعا هتشوف كل واحدة لوحدها ما ينفعش تشوف اللي اتنين مع بعض لانه ممكن يحصلوا سينكوب بتشوف على الميديال سايد بتاع الاستيرنومستويد مسل وتحس البلس بعد كده هتفحص الليمفنودز او الغدد الليمفاوية او العقد الليمفاوية ودي مهمة جدا جدا لا تنساها فبتيجي من خلف العيان فحص الغدد او العقد الليمفاوية وفحص الغدد الدرقية بيبقى من خلف المريض فبتيفحص وتشوف سابمنتل ليمفنودز سابمنديبلر ليمفنودز جاجولر بنقسمها ابر جاجولر ميت جاجولر لوار جاجولر ليمفنودز بيبقى تحت الاستيرنومستويد مسل بس هي لو كبيرة انت هتحسها بعد كده بتشوف البستيريور تريانجل اوفزانك وتشوف هل في اي ليمفنودز ولا لا على الناحيتين طبعا بستيريور تريانجل بعد كده بتشوف السنترل او اللور اريا ولا ننسى بري اوريكلر بوست اوريكلر ليمفنودز ولا ننسى اوكسبتل ليمفنودز وفي حاجة مشهورة طبعا الليمفنودز اللي قدامك دي اللي بتبقى في الناحية الشمال سوبرا كيلو فيكورو ليمفنودز بنقول عليها ليمفنود واللي ممكن نلاقيها مع بعض السرطانات زي البريست كانسر والجاستريك كانسر وغيرها بعد كده بتفحص تيرويد جلاند او الغدة الدرقية بتحط ايد طبعا انت خلف المريض سبت ايد وبالايد التانية بتفحص فبتشوف الريت لوب والليفت لوب والاسمس بتاع الغدة الدرقية بتشوف هل في اي ماس هل في اي كتلة هل في تضخم عام وهكذا واي حاجة هتشوفها هتعلق عليها ويبقى ده فحص الرقبة ودلوقتي نتكلم عن فحص الأطراف العلوية الزراعين فاول حاجة بتشوف هل في اي سكار اي عملية او جرح قديم اي اكموزز او بروزز اي نزف تحت الجلد يعني وتشوف التمبريتشر انت طبيعي لما بتسلم على المريض لازم تاخد بالك هي ايد دافية ولا بردة ولا ايه بيجمنتيشنز حتة لونها اغمأ او لونها افتح من الطبيعي دراج انجيكشن سايت يعني العيان بياخد حؤن كتير مدمن مثلا وبياخد حؤن ولا لا طبعا ممكن يبقى عيان جايلك بانفكتف اندوكارديتس والسبب الحؤن اللي بياخدها فتشوف العلامات بتاعة الابر دي تشوف هل في ارتيريوفينس فيستيولا اللي هي الشنط اللي بيعملوها مرضى الغسيل الكلوي عشان يغسلوا منها الغسيل الكلوي ده وبتبقى في الايد الشمال وكمان تشوف السكين تيرجر اللي هو تشوف العيان عنده جفاف ولا لا عن طريق انك بتمسك فولد من السكين كده لفترة بسيطة وبعدين تسيب تشوفه بيرجع تاني بسرعة ولا لا طبعا لو العيان عنده جفاف مش هيرجع بسرعة بعد كده بتبص على الهاند يد المريض وتشوف هل في مثلا بالمر اريثيما اللي ممكن تكون فين في الليفر ديزيز هل في بالور العيان ايده بهتة طبعا لو عنده انيميا هل في سيانوزز بريفرال سيانوزز لو الاطراف لونها ازرق او ميل للزرقان هل في جوندس اليدين صفرة الجوندس طبعا بيبان اول حاجة زي ما قلنا على السكليرة بتاعت العين لكن في الحالات الشديدة ممكن تلاقي المريض كله لونه اصفر تبص بعد كده على الاصابع هل في حاجة زي يعني او الصابع عامل كده واللي ممكن يبقى مع الالكوهوليك ليفر ديزيز برضو مرضى الكبد بسبب الكحوليات تبص على الاصافر هل في مثلا عامل زي المعلاقة كده واللي بيبقى في حالات ايرون ديفيشينسي اناميا اناميا نقص الحديد هل في ليوكونيكيا حتة بيضة كده واللي بتبقى بسبب نقص القلب يومين مثلا احد الاسباب تشوف فيه كلابنج ولا لا كلابنج بتخلي المريض يحط الاصابع بالشكل ده كده وتشوف فيه ويندو بين الاصافر ولا لا لو موجود كلابنج فده يدل على ان دي حالة اناميا وممكن يبقى حالة شديدة شوية ومعها امراض اخرى ممكن يحصل كمان مع البيلاريس الروزيز انفلماتري باول ديزيز مع الماليجنانسي وغيرها وغيرها من المشاكل تشوف هل فيه سبلينتر هيموريج ولا لا اللي ممكن يكون في حالات ترومة مثلا او ممكن يكون انفكتوف اندوكارديتس او حالات سيبسيز او فاسكولايتس وغيرها تشوف حاجة اسمها بيوس لاين اللي هو خط هورزينتل لكنه تحس ان الظافر كان اتشال ورجع تاني يعني منطقة عالية ومنطقة عالية وبينهم خط تحت كده وده بيبقى في حالات برضو السيستيميك ديزيزيز والمال نوتريشن المشاكل الكبيرة اللي بتمر بالجسم ممكن تعمل كده يبقى تشوف الازافر وتعلق عليها من الحاجات دي لو فيهم حاجة موجودة تكتبها تخلي المريض يفرد ايده القدام ويعمل ايديه الاثنين بالشكل ده كده عشان تشوف هل فيه فلابينج تريمور او استريكزز ولا لا لما يبقى عيان عنده ممكن تلاقي معاه فلابينج تريمورس لقيه بتعمل كده بعد كده بتشوف النبض بتاع المريض بس ده هنعلق عليه مع قياس العلامات الحيوية بعد شوية ويبقى كده اتكلمنا عن فحص الابر لمبس او الاطراف العلوية دلوقتي نتكلم عن فحص لوار لمبس او الاطراف السفلية الرجلين يعني بنبص برضو بشكل عام هل فيه اي سكارز هل فيه جوندس هل فيه بالور هل فيه سيانوزيس حاجات دي كلها خلاص في اي منطقة تقريبا بتبص عليها كمان بنشوف هل فيه اديمة ولا لا يعني العيان رجلو مورمة ولا لا وطبعا بنبدأ من تحت من عالد القدم ونشوف ونضغط ضد العزام ضغط بسيطة لمدة حوالي 30 ثانية ونشوفها بيتنج ولا لا يعني احنا بعد ما بنضغط لمدة 30 ثانية ونشيل ايدينا هل الصابع لسه معلم تبقى اسمها بيتنج اديمة ولو موجود اديمة لازم نعرف الليفل بتاعها لحد فين فبنطلع عالتبية لازم يبقى ضد بون نطلع عالتبية ونضغط لفوق لفوق نطلع لحد فوق لحد ما نشوف الليفل بتاعها لحد فين وممكن بعد كده في الثاي في الفخزين مش هندغط ضد العزم هنعمل حاجة اسمها بنشنج يعني زي نقرس كده ونشوف ايدينا بتعلم ولا لا والابدومن نفس النظام لو الموضوع شديد اوي واصل للابدومن بنعمل بنشنج مش بنعمل ضغط يعني فلو موجود اديمة بنكتب هل هي بيتنج ولا نون بيتنج تندر ار نوت الليفل بتاعها لحد فين وخلي بالك ان العيان لو بيت ريدن نايم على السرير باستمرار عنده مشكلة يبقى احنا بندوره على اديمة ممكن ما نلاقهاش كده نلاقيها في الساكرة وراء في ظهر المريض فنضغط بصابعنا على ظهر المريض عشان نشوف فيه اديمة ساكرة الاديمة ولا لا لانه هو نايم على ظهره فالاديمة هتبقى في الديبندنت ارياس دي او في المناطق دي بعد كده بنبص على البريفرال بالسيشنز اللي هو النبض الطرفي اهم حاجتين دورساليس بيديس ارتري اللي بنشوفه بالشكل اللي قدامك ده الوطر اللي قدامك ده لاترال ليه بنحس الدورساليس بيديس على الناحيتين طبعا وكمان بستيرورتابيال ارتري واللي بنشوفه بهايند اند بلو ميديا الماليوس القعبيرة بتاعت رجلينا دي بنشوف تحتها وخلفها شوية نشوف البستيرورتابيال ارتري بلسيشن نشوف النبض على الناحيتين انتكت ولا لا حسيسهم ولا لا وتعلق عليهم اذا كان ويك او اذا كان مختفي في ناحية او قوي في ناحية وضعيف في ناحية وتعلق عليهم الايكواليتي ان بوث تايدز والفوليام وكل حاجة وكده يبقى تكلمنا عن فحص لوار ليمبس او الاطراف السفلية ودلوقتي نتكلم عن شاست اجزامينيشن او فحص الصدر بس احنا بنتكلم فحص الصدر لحالة بطنة لان الصدر الوحد والقلب لهم كلام كتير انا بتكلم عن حالة البطنة هنشوف ايه على الصدر يخص البطنة يعني فبالانسبكشن بتشوف برضو في اي سكار قدامك واضحة ولا لا هل في اي ماس ظهرة قدامك اي كتلة او كولكيعة طلعة قدامك لو موجودة هتكتبها وتعلق عليها طبعا الوكيشن والسايز والكونسيستنسي والموفابلتي بيتحرك ولا لا وكل حاجة زي ما احنا فيه هل في سبيدر نيفاي اللي هو شوريان صغير وطالع منه شرايين كده واللي ممكن نلاقيها في حالات ليفرس الفيليار برضو كمان تشوف هل فيه لوس اوف شيست هير ولا لا يعني مثلا عيان يقولك او تسأله انا كان عندي شعر سيدر كتير ومشي ما بقاش وده ممكن يبقى في حالات برضو الليفرس الفيليار نتيجة ان الاستوريجن فيه مشكلة ومستوى زاد في الدم فبيد طير الشعر ده وكذلك الاكزيلاري هير او الشعر اللي تحت الابط واخيرا تبص هل فيه جينيكوماستيا ولا لا الثدي عند الرجال حجمه كبر ولا لا وتشوفه تندر نوديولر ولا لا تضغط على الحلمة وما تحتها وتشوفه بتوجعه وحجمها كبر ولا لا وطبعا التثدي ده بالنسبة للامراض بتاعة البطنة ممكن يكون بسبب ليفرس الفيليار مشاكل الكابت زي ما قلنا ممكن بعض الادوية زي سبيرون الاكتون واللي برضو مادة الكابت ممكن ياخدوها ممكن كمان لو ادرنال او تستيكولار تيومر وغيرها طبعا من المشاكل وبالمرة تفحص الباك او ظهر المريض ما تنسهوش وتبص بس هل فيه اي سكار سويلنج الرينة الانجل من ورا هل فيها تندرنس او ماس او حاجة ولا لا ويبقى كده تكلمنا عن فحص الصدر والظهر بالمر وبعد كده تفحص الجينيتاليا او الاعضاء التناسلية تشوف هل فيه تستيكولار اتروفي الخصيطين حجمهم ال هل فيه سكروتا الاديمة ودي ممكن تبقى جزء من الجنراليز اديمة سكروتا مورم او منتفخ وكمان تشوف الباترن اوف بيوبك هير يعني تشوف شكل الشعر بتاع المنطقة البيوبك او العينة زي ما بيقولوا بتختلف من الراجل الى الست الراجل مفروض يبقى بشكل مسلس كده انا هيتفوق شوية فلو اختلف الشكل واخد الشكل الفيمينين بتاع الستات شوية فده ممكن يكون بالسبب برضو ليفرس الفيلير بس خلي بالك ممكن بعض الناس يبقى طبيعتها كده احنا بنتكلم عن التغيير اللي حصل يعني كان الشعر بالشكل الفلاني وبعدين اتغير بقى بالشكل الفلاني ودلوقتي نتكلم عن قياس العلامات الحيوية بتاعة المريض اول حاجة هتعملها انك تقيس للمريض بتاعك الضغط وتكتبه بعد كده تقيس البلس او النبض على الناحيتين طبعا على اليد دي واليد دي وطبعا بالثلاث صوابع التكنيك المعروف بقى مش هنشرح كل حاجة بس المهم بالثلاث صبع مش بالصابع ده بالثلاث اصابع بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده وتقيس على الناحيتين وتعلق على البلس هتعلق على الريت هو كام ضربة في الدقيقة ريذم هل هو ريجولر ولا إرريجولر يعني متساوي على الناحيتين ولا لا فوليوم هتقول افريج فوليوم لو القوة بتاعته طبيعية او ويك بلس او بيك فوليوم بلس زي ما تشوف يعني وتعلق على الارتيريال وال لو انت شايف مثلا ان فيه اثر سكلوروزيس المفروض مثلا ان الجدار الشريان يبقى طاري تحت ايدك لو انت شايفه ناشف قول ان انت شايفه هارد شوية ممكن يبقى اثر سكلوروزيس كمان هل فيه اي سبيشيال كاركتر ولا لا يعني مثلا فيه ووتر هامر بلس ولا لا ووتر هامر بلس ده يعني تمسك اليد المريض من تحت من هنا مش من هنا خالص من تحت هنا وتعمل كده تلاقي فيه بلس تحت ايدك وده ممكن يكون شوية مع الحوامل مثلا هايبر تيروديزم واحيانا يبقى مع الفيفر احيانا مع الليفر سيرروزيس وهكذا اي حاجة فيه هايبر ديناميك سيركوليشن هل فيه مثلا بولسس التورنانس يعني تيجي تشوف النبض تلاقي نبضة قوية ونبضة ضعيفة نبضة قوية ونبضة ضعيفة وده ممكن يكون في حالات يعني القلب فيه مشكلة بس طبعا عشان احنا مش موضوعنا مش هنتعمك شوية في مشاكل البلس بعد كده تقيس للمريض بتاعك تيمبريتشر او درجة الحرارة بتاعته ترمومتر زقبقي يستحسن في الفم تحت لسانه وتقول درجة حرارته كذا لو هذا الموضوع تعذر عليك عنده مشكلة في الفم مثلا او حاجة ممكن يقيس اجزلري تحت الابط بس طبعا لو قسنا تحت الابط لازم نزود نص درجة يعني لو قست هنا طلعت 38 يبقى درجة حرارته 38.5 او ممكن نقسها ريكتل عن طريق فتحة الشرج وفي الحالة دي نقص نص درجة يعني لو طلعت 38 يبقى المريض بتاعنا درجة حرارته 37.5 بعد كده تقيس رسبيراتوري ريت معدل التنفس بتاع المريض وهنا طبعا التركة المشهورة ما تعرفش العيان انك بتقيس سرعة التنفس بتاعه لانه هيتحكم فيه وهيغيره فانت لو قلت له هيقيس سرعة التنفس ومسك كده وتبص له هو هيوقف نفسه او هيزود او هيقلد لا انت بتعرفه او بتوهمه انك بتقيس البلس فبتحط ايدك على البلس بتاع المريض وبتبص في الساعة وعينك على صدر المريض وتشوف معدل التنفس بتاعه كان من غير ما تعرف المريض بتاعك ويبقى كده انت است العلامات الحيوية للمريض واخيرا حمد الله على السلامة نبدأ بقى نتكلم عن البطن او الابدومنال اجزامينيشن نفسه كل اللي فات مهم لان امراض البطن بتسمع او لها مشاكل في كل اجزاء الجسم لما تيجي تفحص بطن المريض اول حاجة بتعملها هي انسبكشن عن طريق النظر فقط مش هتمدي ايدك الخطوة التانية بلبيشن هتحط ايدك على العيان والبلبيشن بنقسمه لثلاث حاجات وبعد كده يعني تعرف الاعضاء الداخلية حجمها ايه ومشاكلها ايه زي ما هنعرف بعد شوية وبعد كده عن طريق السماعة بعد كده تعمل او فحص شراجي فاول حاجة بالانسبكشن عن طريق النظر بس هتشوف ايه هل في اي سويلنج اي انتفاخ اي ماس حاجة كتلة طلعة من البطن فهي مثلا لو جنرالايزد سويلنج البطن كلها منتفخة ومعاها فول فلانكس مثلا فده ممكن يبقى قصيتس طبعا اما لو كانت لوكالايزد شوية يعني سويلنج في منطقة محددة ممكن يكون مثلا هباتوميجالي الكبت كبير سبيلينوميجالي ممكن يكون هيرنيا او فتح ممكن يكون ماس او تيومر ممكن يكون اورتك انيوريزم يعني لو ظاهر او كبير او حاجة ممكن يبقى بريجنانسي العينة حامل واحدة ستة حامل مثلا هايبالك ان هو سويلنج يعني فاول حاجة بتشوف اي ديستنشن او سويلنج او ماس وتعلق عليه وطبعا لو هي هيرنيا او انت شاكك يعني ان هي هيرنيا لازم تحدد مكانها هل هي امبليكال ولا في البطن من امام ولا انجوينال ولا فيمورال هيرنيا وممكن تقولي للعيان كح عشان هيرنيا تظهر اكتر الفتكة ده يظهر اكتر ويبان قدامك كمان لازم تشوف هل في اي سكار اي علامة لعملية او جرح قبل كده هيفيدك عيان عامل مثلا كوليسيستيكتومي شايل المرارة عيان عامل ابنسيكتومي عيان عامل مثلا عملية استكشاف وفتح البطن كلها كده يعني هيفيدك طبعا كمان لو في اي اكموزيس يعني زي النزف اللي تحت الجلد ده تعلق عليه لانه ممكن يعبر عن انترنال هيموريج مثلا نزف داخلي زي ما بيحصل الكولنساين والجريتيرنرساين في حالات السيفير بنكريا تايتس التهاب البنكرياس الحالة زي ما قلنا قبل كده في حلقة التهاب البنكرياس كمان هل في فيسبول بريستالسز ولا لا ممكن في بعض الحالات زي تشوف انت حركة الامعاء بعينك زي ما انت شايف قدامك في الفيديو كده فلو موجودة بتكتب الكلام ده هل في مثلا بنكسترايا اللي هي الخطوط الحمراء او بنك يعني نتيجة كورتزون مثلا عيانة بتاخد كورتزون هل في فينس ديلاتيشن يعني فيه اوردة حجمها كبر على البطن من الامام بشكل غير طبيعي وطبعا احنا هنا بيبقى في عندنا حاجتين لازم نفرق بينهم هل هي كبت ميدوزا اللي هي نتيجة البورتل هايبرتنشن يعني ولا انفيرور فيناكيفا اوبستراكشن طب تعرف منين او تفرقها ازاي عن انفيرور فيناكيفا اوبستراكشن الاوردة بتاعة الكبت ميدوزا او الاوردة بتاعة البورتل هايبرتنشن دي بتبقى تورشوس عاملة زي التعبان كده ملولوة شوية وديليتت طبعا وتيجي تعمل لها ميلكن يعني بتيجي كده وتقوم فضي المحتويات بتاعتها وتعمل لها ميلكن يعني فضيت اللي جواها وبعدين تشيل ايدك من هنا تلاقيها بتملأ اوي فروم امبلكاس يعني بتملأ بسرعة في اتجاه اللي هو البعيد عن السرة لكن لو عملنا الميلكن وشلنا من هنا ما تملاش بسرعة بتملأ اكتر او اسرع في الاتجاه البعيد عن السرة سواء فوق او تحت هي ممكن في اي اتجاه لو جيت تحت مثلا هنا ولقيت وبعدين عملنا الميلكن كده وشلت من هنا تلاقيها بتملأ بسرعة بعيدا عن امبلكاس او السرة ما يميز الفينز اللي طلع نتيجة البورتر هايبرتنشنز ان هي بتملأ بيحصل لها فيلنج بسرعة او 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 في الاتجاه اللي هو بعيد عن السرة في جميع الاتجاهات اما لو كان هنلاقي ان هو بيملأ بسرعة نحية فوق في الاتجاه الاعلى سواء كنا فوق مستوى السرة او تحت مستوى السرة في اي وضع بيملأ اكتر نحية فوق ده في حالة بعد كده تشوف هل في اي سينس اي تراك طالع او فيستولا طالع او لا واللي ممكن تكون بسبب ديب انفكشن مثلا او كورون ديزيز مثلا او انفكشن او سيرجيكال تراكت يعني مثلا عيان كان مركب درنقة وتشالت وبعدين حصل فيها انفكشن فعملت الفستولا دي مثلا تبص هل في اي ستوما ستوما ولا لا اللي بنقول عليها تحويل مصار بتلاقي فتحة كده في بطن المريض وغالبا بتركب عليها كيس بالشكل اللي قدامك ده بتبقى سيرجيكالي كريتد يعني معمولة جراحيا احنا اللي عاملينها ونشوف المحتويات بتاعتها هل هي بتطلع ستول ولا بتطلع يورين في كده وفي كده ونعلق عليه كمان نشوف في دايفركيشن اوفريكتاي ولا لا يعني المريض بيبقى نايم سباين يعني نايم على ظهره خالص كده نقول له هم يعمل حاج يعني حاول تقوم بدون ما تسند باقي ديك فلما يجي يقوم نشوف الديفركيشن اوفريكتاي وده بيبقى نتيجة ويكنس حصل ضعف فيهم بسبب ايه بسبب كورونيك انكريز انترا اب دونال بريشر الضغط الداخل البطن عالي فترة كبيرة بسبب مرض ما اصايتس مثلا او الاستسكاء كمان طبعا لازم تعلق على الامبيليكاس او السرة وتشوفها في مكانها الطبيعي ولا لا مكانها الطبيعي المفروض ميدوي في المنتصف ما بين زي في ستيرنام وسيمفسس بيوبس في حالات الاسايتس مثلا او الاستسكاء ممكن تلاقيها لان البطن انتفخت فهي بقت ناحية تحت وممكن تلاقيها يعني مقلوبة البرة وزي ما بيحصل برضو في حالات البريجنانسي مثلا يحصل كده ساعات او مقلوبة فالنقط اللي انا قلتها كلها دي بالانسبكشن تعلق عليها بسرعة اللي موجود تقوله واللي مش موجود تقول نو كذا ودلوقتي نتكلم على البلبيشن زي ما قلنا المريض نايم على ظهره في لات وانت سألته هل في منطقة معينة بتوجعك ولا لا عشان نفحصها في الاخر مش في الاول وفي قعدة مهمة انك لازم تقف على يمين المريض ودي بقى قعدة اكيد كلكم عارفينها لازم تقف على يمين المريض دي قعدة عامة لان الفحص كله جرى العرف وكل حاجة في الدنيا هو لازم تقف على يمين المريض احيانا بعد الدكاترة ممكن تسقط طالب بمجرد ما يقف على شمال المريض يعني مجرد ما يوقف على شمال المريض يعني خلاص انت مش عارف حاجة ممكن يسقطه كمان بعد الدكاترة يحبوا يهزروا او يعملوا مقلب في الطالب اللي جاي يمتحن فيخلي المريض يبقى نايم جنب الحيطة والشمال بتاعه ليك فبرضو يشوفك هتاخد بالك ولا لا فانت في الوقت ده تقول له بعد اذنك يا دكتور يا هنغير السرير نقلبه يا المريض يعدل نفسه وينام من ناحية التانية بحيث يبقى نايمينه كده يبقى انت فاهم فدي قعدة مهم معرفة انك لازم طبعا تبقى واقف على يمين المريض هتيجي تعمل بالباشن للابدومن اول حاجة سوبرفيشيال بالباشن سوبرفيشيال يعني بباطن اليد والاصابع كده بالراحة خالص وتعدي على 9 مناطق بتوع البطن حضرتك عارفهم ابجاستريك ايريا راية ولفت هيبوكندريام بريامبليكال ايريا راية ولفت فلانكس او لامبر ريجون سوبربيوبك ايريا وراية ولفت اليك ريجون فبنشوف هل في اي ماس تحت ايدك هل في اي ليبومة مثلا هيرنيا قدامك تقدر تشوفها بالسوبرفيشيال بالباشن هل في تندرنس على السوبرفيشيال بالباشن بتاعك الخفيف ده فيه وجع ولا لا وهكذا ونشوف اي حاجة هتقولها او هتسجلها بعد كده ديب بالباشن ومن اسمه ديب بالباشن يعني عميق شوية هو زي السوبرفيشيال بالباشن لكن اعمق شوية وممكن شوية نستخدم معانا اطراف الاصابع الباطن مع الاطراف عشان نضغط لتحت شوية وبرده نشوف التسع مناطق برده هل في برده اي ماس او فيه تندرنس او حاجة ولا لا او العيان عنده جاردنج العيان بيشد بطنه تيجي فيه منطقة معينة اجه اضغط عليها العيان يشد بطنه يعني هو اللي بيشد بطنه بنفسه دي اسمها جاردنج اما فالمريض غصب عنه من غير ما يشعر بطنه مجدودة يعني كل الاوقات بطنه مجدودة اما ممكن يبقى في العادي بطنه مستريحة بس انت لما تجي تضغط عليه هو يشد بطنه عشان يمنع ايدك من القلم طبعا فده الفرق بين اللي موجود منهم هتكتبه وطبعا سواء دي او دي فده بيدل على ان فيه مشكلة في المنطقة دي يعني مثلا عيان لو عنده تندرنس في الابيجاستريك اريا ممكن يبقى عنده جاستيرايتس مثلا ممكن يبقى إيرلي كوليستايتس التهابات في المعدة او التهابات في مرارة لو عنده تندرنس في الليفت لور كواجترنت يا يريا ممكن مثلا داي���تو كوليتس في العيانين الكبر السن مثلا او لو لقيت ماس مثلا تبقى كولوم كانساذ مثلا او ليفت اوفيريون سست له هي سيدة يبقى عنده سيسته على المبيض مثلا كان او في بعض المرضى الكبار السن بالذات لو عندهم امساك شديد ممكن يبقى فيه impacted feces البراز نفسه او المحتويات دي ناشفة وعملة زي الماس تحسها ماس لو فيه denderness في الright lower quadrant area ممكن العيان يبقى عنده ابنسايتس مثلا التهاب الزائدة الدودية وطبعا تشوف باقي العلامات زي ما احنا قلنا في الفيديو بتاع التهاب الزائدة الدودية roofing signs, obturator signs, soas signs زي ما قلنا او ممكن يكون عنده inflammation في الاليو colic junction لو عنده crone disease مثلا وهكذا لو انعيان عنده tenderness او mass في السوبرا بيوبك اريا فلو هي ست ممكن يكون مثلا uterine fibroid او uterine tumor او لو ست او راجل ممكن يبقى bladder distension بس مملوقة يعني عنده urinary retention مثلا انسداد في البول او تكون bladder mass كتلة او ورم في المسانة مثلا وهكذا يبقى تبص على المناطق التسعة كلهم ولا تنسى inguinal وال femoral area المنطقة اللي هي تحت دي عشان ممكن يبقى فيهم inguinal hernia زي اللي انت شايفها قدامك دي او لو في المنطقة التانية دي ممكن تبقى femoral hernia فما تنسه مش وتفحصهم بعد كده هنعمل palpation ل internal organs الاعضاء الداخلية للجسم وهنا بقى هناخد الخطوة التالتة معنا اللي هي البركاشن يعني هنعمل palpation وبركاشن مع بعض عشان نحدد الاعضاء الداخلية للجسم فهنفحص liver اللي هو الكبد goal bladder مرارة spleen اللي هو الطحال kidney كيليا طبعا urinary bladder اللي هي المثانة البولية ثم بعد كده هنتكلم عن examination of ascitis او الاستسكاء المية اللي بتتجمع في البطن ونبدأ على طول بالكبد او liver بنفحصه ازاي الكبد او liver عشان تعرف اذا كان متضخم او لا لازم تجيب ال upper border وال lower border بتاعه بتاع right loop فال upper border بنجيبه بالheavy percussion فبنيجي على المتكي وننزل في اللي هي intercostal spaces ونعمل heavy percussion هنلاقي resonance في البداية او tempanic resonance دي يعني لما تخبط تسمع نغمة عالية بتاعت الهوى تحتها هوى بتاعت اللنج فبتسمع الرنين عالي شوية فتنزل بالheavy percussion intercostal space ورد تاني لحد ما تيجي في منطقة تلاقيها بقت ضل كان resonance واصبحت ضل ضل دي يعني النغمة مكتومة لان تحتها مش هوى بقى تحتها نسيج اللي هو غالباً ال upper border بتاع الليفر في الوقت ده تسبت ايدك زي ما هي مكانها وتقول للمريض خد نفس جامد واكتمه فياخد نفس جامد ويكتمه تيجي تعمل بركشن تاني تلاقيه اصبح resonance لان لما خد نفس الرئة تمددت وضغطت الكابت لتحت فسمعت resonance بتاع الرئة يبقى كده ده مكان ال upper border بتاع الليفر غالباً بيبقى تقريباً في 5th intercostal space طيب عايز اجيب lower border بتاع ال right loop الكابت في الطبيعي ما تشعرش او ما تعرفش تجيب lower border بتاعه الا يعني لو الشخص رفيع قوي قوي ممكن ايه تجيبه لكن الطبيعي انك ما تجيبوش لكن نفرض ان الكابت تدخم فلما بيتدخم بينزل على right side هو في مكانه بينزل لتحت فانت عشان كده هتيجي تعمل بالباشن او هتيجي تفحص عشان تجيب الكابت من تحت من ناحية right اليمين وتنزل بايدك وتضغط وبعدين هترفع ايدك بس قبل ما ترفع ايدك هتقول للمريض خد نفس جامد وكل مرة تطلع لفوق شوية زي ما احنا شايفين تضغط قوله خد نفس بياخد نفس عشان يزوء الكابت عشان يخبط في ايدك وتشعر به بشكل افضل فزي ما احنا شايفين تقعد خد نفس خد نفس خد لحد ما تشعر بحاجة خبطت في ايدك اللي هو الكابت فلو فعلا الكابت متضخم وخبط في ايدك ساعتها يبقى لازم تعلق على الكابت بقى border بتاعه sharp border ولا لا consistency soft ولا مش soft هتعلق على كل حاجة surface بتاعه هل nodular ولا مش nodular tenderness هل بيمقلم للعيان ولا لا وكمان طبعا هتشوف ال span يعني انت بقى عرفت ال upper border فين وبعدين عرفت lower border فين الطبيعي ان span ده يكون 10 سنتي تقريبا في الناس الطبيعيين لكن هو لو كبر انت هتقيس بقى المسافة من ال upper border لل lower border بتاع right loop اما بالنسبة لل lift loop بتاع liver فيعني مش بنهتم بيه كتير لكن انت لو عايز تشوفه فغالبا في الطبيعي ما بتعرفش تحسه لانه soft وبيبقى فوقه غازات وحاجات فممكن ما تعرفش تحسه بسهولة لكن لو حسيته هو كده كده ما بينزلش تحت ال amblycas فلو عايز تحس lift loop هيبقى هتيجي من عند ال amblycas وتعمل نفس الحركة لحد ما تشعر بيه لو شعرت بيه هتحدد مكانه وتشوف كم سابع تحت زي زي في ستيرنام وتحدد مكانه المفروض الطبيعي انه يكون خمس صوابع تحت زي في ستيرنام وبرضه لو شعرت بيه وحسيته يبقى تعلق على كل حاجة ال edge بتاعه وال consistency وال surface وهل في ندولز ولا لا وهل في tenderness ولا لا لو العيان عنده ascites بشكل كبيرة ومش عارف تفحص وتجيب lower border بتاع liver ففي طريقة كده بيقولوا عليها اللي هي dipping method بيعملوا بشكل اللي قدامك كده بيضغطوا جامد مرة واحدة كده عشان يمشي ال fluid بعيد ونبدأ نشعر بالorgan اللي هو liver تحت ايدينا وفيه طرق تانية لكن يعني انا بتكلم عن اشهر طرق دلوقتي هنتكلم عن المرارة في المرارة بنبحث بس عن morphosine العيان عنده morphosine positive ولا negative ودي بتكون في حالة التهبات المرارة بتيجي بتشوف lateral to rectus muscle وتنزل تحت coastal margin طبعا على الناحية اليمين وتحط ايدك وتضغط لتحت شوية وتقول للعيان خد نفس ففي الوقت ده ممكن يشعر بقلم ويوقف نفسه مايرضاش يسيب نفسه للاخر عشان بتقلمه فدي بنقول عليها positive morphosine ودي طبعا دليل على التهاب المرارة ودلوقتي نتكلم عن فحص spleen او الطحال spleen او الطحال بيكون في الناحية الشمال عند الضلوع تقريبا تسعة وعشرة وحداشر الاكسس بتاعه long access بتاعه بيكون ماشي مع عشرة مع الرب عشرة او الضلع العاشر المفروض ان انت ما تحسوش طبيعي ما تحسوش لانه تحت الضلوع ممكن تحسه لو زاد عن حجمه الطبيعي 3 مرات تبدأ تحسه والطحال لما بيتضخم بيعبر الجانب ده الى الجانب اليمين بيمشي بنقول عليه diagonal كده بيمشي بالشكل ده كده ويوصل لليمين لو هو huge فانت لما تيجي تفحص spleen هنفحص بنفس الطريقة ونحط ايدينا بس هنبدأ من اليمين مع انه هو في الشمال بس احنا هنبدأ من اليمين لانه لما بيتضخم بيمشي ناحية اليمين فنبدأ نفس الحركة ونقول العين خد نفس ومع كل نفس نشوف ونطلع سنة 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 لحد ما نوصل للناحية الشمال وبرضو لو خبط في ايدك وحسيت بيه هتعلق برضو على edge والsurface والconsistency وهل في notch حسيتها ولا لا وهو اصلا يميزه وجود notch nodules في nodules ولا لا وهكذا والtenderness وكل حاجة طبعا وخلي بالك لو انت معرفتش تحس spleen ممكن نخلي المريض يميل او يتقلب على جنبه اليمين شوية بحيث gravity تنزله شوية بحيث تعرف تشعر بيه او ممكن تعمل by manual examination تحط ايد تحت المريض والايد التانية من فوق وتحاول تزق بيهم كده عشان تخليك اقرب وتعرف توصل له طيب نفرض ان الاسبلين ده تدخم او التحال ده تدخم بس مرتين بس او مرتين ونصف فانت مش هتعرف تجيبه بالبلباشن ده او الديب بالباشن ده في منطقة اسمها tropes area اللي هي يعني الضلوع من تحت خالص دي في الطبيعي ان هي تكون resonance يعني صوتها عالي تنبنك فالتحال لو تدخم مرتين ولا مرتين ونصف ممكن تيجي تعمل percussion على tropes area دي تلاقيها بقت ضل ممكن تكون دي علامة ان التحال متدخم شوية لكن مش لدرجة انه ثلاث مرات فانت مش هتعرف تجيبه بالديب بالباشن بتاعك ودلوقتي نتكلم ازاي تفحص kidneys الكليتين طبعا هتفحص اليمين والشمال فحص الكليا بيكون عن طريق by manual examination and balloting method برضو بنحط ايد تحت ظهر العيان من ورا والايد التانية من قدام ونضغط بالاتنين نحاول نضغط بواحدة ونستقبل بالتانية حاجة اسمها ballotment طبيعي ان الكليا ما تحسهاش لكن لو حسيت mass مثلا او تضخم فبرضو هتعلق على كل حاجة فيه زي ما قلنا تعلق size shape consistency tenderness وهكذا وفي هنا سؤال سريع بيقولك انت لو بتفحص في الناحية الشمال ولقيت mass هل دي تكون kidney ولا spline هل دي طحال ولا كلا ففي حاجات كده ممكن تحددلك شوية اول حاجة ان ال spline او الطحال بيتحرك مع النفس moves with respiration تاني حاجة الطحال لي نوتش زي ما قلنا تالت حاجة ان الطحال لما تيجي تعمل عليه percussion هتلاقيه dull لان هو superficial فانت بتعمل عليه مباشرة اما لو كانت كلية وجيت تعمل percussion فغالبا هتلاقيها resonance لان هيبقى فوقها gazes كمان البلوتمنت بيحصل مع الكلية ما بيحصلش مع الطحال ما ينفعش نعمل كده فالطحال يروح ويغبط في ايديك كده ما بينفعش ده مع الكلية بس كمان زي ما قلنا الطحال كل ما يكبر في الغالب بيمشي diagonal نحية اليمين اما الكلية كل ما تكبر هتنزل لتحت نحية الشمال كمان السبلين ما ينفعش تحط ايدك فوقيه تحت الضلوع لان هو هيبقى superficial قوي لكن الكلية بتبقى ديب شوية فينفع تحط ايدك تحت الضلوع يعني دي شوية حاجات ممكن تفرقلك ودلوقتي نتكلم عن فحص المثانة البولية بتيجي تفحص المثانة البولية من اول امبليكس لان عمرها ما تعبر اكتر من كده وتنزل بالشكل ده زي ما انت شايف قدامك وتنزل لتحت لحد ما توصل لها لو موجودة طبيعي ما تحسهاش لكن لو حسيت بلادر فغالبا بتعرفها ازاي ان هي بتبقى round centrally located ولما تضغط عليها تخلي العيان او العيان يحس انه عايز يعمل urination لكن عموما لو لقيت mass في المنطقة دي فبيبقى قدامك شوية اختيارات او differential diagnosis ممكن يكون pregnancy عيانة حامل ممكن يكون uterine tumor ورم في الرحم ممكن يكون ovarian cyst ولو انه مش هيبقى central قوي يعني وممكن يكون urinary retention زي ما قلنا احتباس بول وممكن يكون bladder mass ورم او سيرطان او حاجة ودي الوقتي نتكلم ازاي نفحص ascitis او استثقاء البطن زي ما قلنا بالinspection بس هيبقى فيه generalized swelling زي ما قلنا او abdominal bulge ومعاه full flanks فلما تيجي تفحص اول حاجة بتعمل percussion عشان نجيب most resonance area بنشوف الحتة اللي فيها resonance وبعدين لما بنلاقيها بنعمل الصابع عمودي ونبدأ نيجي على الاجناب عشان نوصل نحية الفلانكس ونشوف ال resonance ده امتى هيبقى dullness يعني النغمة هتختلف وتبقى dull ولما تبقى dull في الوقت ده بسيب صبعي في نفس مكانه واقول للمريض اتقلب على الجانب الاخر ولما يتقلب على الجانب الاخر استنى شوية حوالي 30 ثانية ولا حاجة عشان الفلوتز تنزل لتحت والجاز او الامعاء اللي فيها جاز تطلع لفوق واعيد البركشن تاني ألاقيه اصبح resonance واعيد الموضوع ده على الناحية التانية لازم على الناحية تانية فلما لاقي dullness وبعدين لما قلبت المريض اصبح resonance الحالة دي بنقول عليها shifting dullness يبقى كده العيان ده عنده ascitis بالshifting dullness وعشان ده يظهر لازم يكون المريض عنده تقريبا لتر او اتنين لتر على الاقل في ريف لود في البطن يبقى هتقول ان العيان عنده ascitis by shifting dullness method ولو ما لقيتوش افرد جد تعمل كده resonance resonance كله resonance فده لا ينفل ascitis لكن انت هتقول no ascitis detected by shifting dullness technique or method لكن ممكن العيان يعمل صنار يلاقي شوية صغيرين زي ما قلنا لازم لتر او اتنين لتر عشان انت تبدأ تحس بيهم بالshifting dullness وبعد الدكاترة يقولك احنا ممكن لو الكمية بسيطة نعمل حاجة اسمها knee elbow position عشان نخلي المريض يميل له قدام ويوطي زي ما يكون راكع او ساجد كده ونعمل percussion على البطن من تحت عشان نجمع شوية المية نحية تحت كده يعني ونلاقي dullness بعد ما كانت resonance برا طيب افرد العيان عنده tense ascitis tense ascitis معناها كميات مية كبيرة جدا في بطنه ممكن تبقى البطن كلها dull مفيش resonance اصلا وطبعا العيان في الوقت ده هتلاقي congested neck veins او ردة الرقة ده منتفخة وممكن تلاقي معاها طبعا orthopnea او disney العيان عمال ينهج وما يعرفش ينام على دهره طب في الحالة دي نفحص القسitis دي ازاي بنعمل حاجة اسمها transmitted thrill transmitted thrill بنحط ايد على بطن العيان والايد التانية بنعمل بها flickering كده ونستقبل waves بالايد التانية بشرط ان حد تاني يحط ايده في نص بطن المريض عشان يمنع الموجات ان هي تنتقل عن طريق جدار البطن احنا عايزينها تنتقل عن طريق السوائل الداخلية مش عن طريق الجدار فلازم حد يحط ايده كده او المريض نفسه بنقول له حط ايدك كده فيحط ايده كده ونعمل زي ما قلنا نخبط بناحية ونستقبل بالتانية فنقول ان في transmitted thrill وكده ده فحص القسitis كده يبقى احنا اتكلمنا عن inspection وبعدين نتكلمنا على بالباشن بالسوبرفشيال بالباشن وبعدين deep بالباشن وبعدين بالباشن بالباشن of internal organs دلوقتي نتكلم على اسكالتيشن هتحط السماعة وتسمع ايه على بطن المريض اول حاجة intestinal sounds هتسمع اصوات بطن المريض الامعاء الحركة فهتحطها عند الامبليكاس بس فوق شوية ممكن ناحية اليمين شوية ونستنى تقريبا من 30 ثانية لحد 3 دقايق عشان نسمع الانتستينال sounds واللي ممكن تكون absent في حالات زي الparalytic alias او انتستينال obstruction مثلا العيان لو عنده مثلا highly vascular hepatic tumor عنده ورم سرطاني في الكبد وفيه اوعية دموية غزيرة ممكن تسمع عليها hepatic برويه العيان لو عنده venus dilatation زي ما قلنا ممكن تسمع عليها venus hum العيان لو عنده splenic infarction ممكن تسمع splenic rub لكن الاسكالتيشن بصراحة في الابدومن مش بنعتمد عليه بشكل عنيف هو اكتر بيكون في حالات الشستة طبعا وحالات cardiology موسيقى واخر نقطة في حلقاتنا النهاردة هي rectal examination واللي ممكن ناس كتير تنساها وتدغاض عنها مع ان في مقولة مهمة جدا اللي هي no complete abdomen examination وداوة rectal examination يعني الفحص الشرجي دي حاجة حيوية جدا جدا خصوصا كمان لو العيان عنده شكوى في الموضوع ده يعني عنده change in bowel habits يعني بدأ يجي له اسهال او يجي له امساك انت شاكك في حاجة مثلا في القولون او في الريكتم او حاجة او مثلا عنده bleeding بالريكتم بينزف من فتحة الشرج او عنده genito urinary problems انت شاكك في البروستاتا مثلا حاجات من هذا القبيل لازم طبعا يعمل PR examination ولو حتى مش هتعملها نظرا لرفض المريض احيانا او يعني العادات او انت في امتحان فمش هتعمل الكلام ده في امتحان لكنها حاجة مهمة جدا 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 وفي الpractice او في العيادة بتاعتك او المستشفى ممكن تعملها ويكون بتاعت العيان طبعا محفوظة فلازم تعرفها حتى لو مش هتعملها في امتحان لكن عشان لو تسألت فيها بنقول عليه ريكتال examination او PR examination طبعا هتاخد consent تاني من المريض انك هتفحصه بالشكل ده وتعرفه المريض بينام على جنب الشمال ويتني رجليه عليه بتلبس طبعا الجلافز بتاعك اول حاجة بتبص الاول وتشوف هل في اي مثلا بايلز بواسير زهرة قدامك سكارز فيستيولا وارتز وكمان تخلي العيان بتاعك يحزق عشان لو في برولابس ريكتال برولابس ولا حاجة يظهر بعد كده بتحط لابريكانت على الانديكس فينجر بتحط جل مخصص لكده على الصابع ده الانديكس وطبعا تخلي العيان يرخي نفسه شوية تعرفه وتبدأ تحط صابعك وتشوف السفينكتر تون اولا التون بتاعت فتحة الشارك تقول للمريض يعني امسك على صابع او يحزق او اخرج صابع البرة تشوف التون بتاعت السفينكتر وبعدين تلف صابعك تلتمية وستين درجة يعني في جميع الاتجاهات عشان تشوف هل في اي ماس او ليجن تحت صابعك ولا لا بعد كده تدخل ديب اكتر من كده وتعيد نفس الموضوع وتلف صابعك تلتمية وستين درجة عشان برضه تشوف اي ماس او ليجن ولا لا وبعدين تفحص البروستاتا وده بتكون عند الانتيريور ريكتال والجانب الامامي من الريكتام وتفحص المفروض تفحص two loops and central sulcus طبعا لو انت مدرب على كده وبتعمل الموضوع ده كتير هتعرف تفرق وتعلق عليها كمان smooth rubbery في اي مشكلة فيها ولا لا بعد كده بتطلع صباعك وتفحص ال contents اللي موجودة على الجلافز هل في دم هل في براز هل في مخاط ولا لا بعد كده طبعا تقلع الجلافز وتخسل ايدك وتدي منديل طبعا للمريض عشان لو يحتاجوا يعني وبكده يبقى اخيرا خلصنا حلقاتنا النهاردة الطويلة شوية معلش وملخص ازاي تفحص حالة بطنة اول حاجة تخسل ايدك وتلبس الواقيات الشخصية تقدم نفسك للمريض وتستأزنه وتحطه في الوضع اللي هو سباين ازا كان مريح اللي بنسباله وتقف على يمين المريض ما تنزيش تاني خطوة بتشوف بتاعت المريض الوعي والزكاء والزاكرة وحالة جسمه العامة ووزنه واي وصلات متوصلة ليه بعد كده تفحص بشكل سريع الرأس الرقبة الصدر الزهر الاطراف العلوية الاطراف السوفلية الاعضاء التنسلية بعد كده تقيس العلامات الحيوية للمريض بتاعتك ضغط نبض درجة حرارة سرعة التنفس بعد كده تبدأ تفحص البط عن طريق نسبكشن اول حاجة بعد كده بلبيشن سوبرفيشي بلبيشن بعد كده ديب بلبيشن بعد كده بلبيشن واللي بيدخل معها البركاشة فهتدور على ليفر جول بلادر سبيلين كيدنز يورين البلادر والأسايتس او الاستسكاء لو موجود بعد كده تعمل ريكتال اجزامينيشن للمريض وكده يبقى خلاص لو الموضوع مفيد بالنسبة لك وعايزنا نكمل نعمل حالات النيورو وحالات الاندوكراين والشست والكارديو اكتب لي الكلام ده في التعليقات وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضرتك ترجمة نانسي قنقر